قبل ما نروح لتفاصيل حلقتنا النهاردة عايز اقول لفريق الكراء الطايرة لازم تحافظوا على تركيزكم احنا لسه ما عملناش حاجة لسه ما خدناش الدوري احنا فوزنا في اول مباراة من مباريات النهائي بلاش نفرح قبل سفارة الحكم بكرة لازم نحافظ على تركيزنا لازم نحافظ على الاداء المحترم اللي احنا قدناه النهاردة حقيقة كانت حاجة يعني ولا اروع كانت حاجة عظيمة جدا جدا نزلوا 3 اشواط منتهى الجدية منتهى التركيز يعني ما فيش ما حستش ان فيه وقت حتى في المباراة الناس يعني وفرت جهد وفرت نقطة عرق حقيقة كلهم كانوا هايلين ومن اول المباراة الاخيرة هم بيلعبوا ده اللي كنا بنتكلم فيه من الاسبوع اللي فات انه بلاش تلعب كل مباراة على قدها ومش المقصود بعلى قدها انه فريق الاتحاد السيغندري فريق ضعيف ولا قليل ما كانش هيبقى في النهائي اطلاقا احنا مش قصدنا كده ولكن ان انت النهاردة لو الفريق اللي بنفسك في النهائي او في اول مباراة في الباستوف ستريم مش يومه العبوا كأنه في يومه العبوا كأن المباراة صعبة جدا زي ما عملتوا النهاردة النهاردة كانت حاجة محترمة جدا جدا بالتأكيد ويعني قد ايه انا كنت يعني سعيدة بيكو جدا او مبارح بقى لانه خلاص هو اليوم خلص واحنا بدأنا يوم جديد وانا معكم دلوقتي على الهوى بالتأكيد فمتعودة اوي انه النهاردة بس هو خلاص احنا بدأنا يوم جديد بالتأكيد حقيقي كانت مباراة ولا اروع في الكرة الطيرة قدرنا ان احنا نفوز في المباراة ان شاء الله نقدر نفوز في المباراة النهاردة ونحسم لقب الدوري اللي بجد غايب عننا بقاله فترة يعني غايب عننا لقب الدوري بقاله فترة عشان كده السنة اللي فاتت لما اخدنا كاس مصر قلت احنا ماشينا على الطريق الصحيح احنا خلاص في طريقنا الادارة كمان لما دعمت باقي الاتنين المحترفين وعملت اتفاق معارضة هيكل انه يبقى موجود في الماتشات انها هي سواء في الدوري او الكاس ده فرق بشكل كبير كمان بين باقي الفرقة خلى باقي الفرقة اداءها واضح شكلها واضح لان ممكن يكون كان ناقصهم بس بعض العناصر في بعض المراكز تبينهم تبين شغلهم تبين باقي الناس اللي هي ممكن دورها مش باين قوي لان في مشاكل في بعض المراكز مثلا فالنهار ده لما كملت التوليفة بالاتنين المحترفين وردها هيكل لأ يعني عندك ناس كتير جدا جوني النهار ده كان قويس اشرف ابو الحسن لعباء اللي ما شاء الله ما شاء الله عليه يعني مش النهار ده اول يوم شاميوسري اللي قرد دي كان عامل دورات مجمعة قبل ما يجي المحترفين وردها هيكل وكل الناس دي كان عامل دورات مجمعة هيلة جدا فانت النهار ده هو الفكرة ان انت ايه كملت التوليفة جبت اتنين محترفين تقال جبت الرضا هيكل اللي هو اساسا واحد من ابناء نادي الزمالك وعارف الفرقة مش محتاج بقى يندمج مش محتاج ياخد وقت حتى الاتنين المحترفين اللي انت جبتهم ما حسيتش ان انت ايه لا ده عايز لهم بتعاربع خمس ست متشاط عبال ما يندمجوا لا دخلوا في الفرقة بشكل كبير فكل التلاتة دول كانوا تدعيمات قوية جدا 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 وبينوا باقي الفرقة وده كانت حاجة عظيمة جدا كمان لازم نتسلح بكرة بالنهار ده بالروح والعظيمة خلاص معلش بقى ايه ناخد مع بعض كده على موضوع النهار ده وبكرة ده انه في المباراة النهار ده لازم نبقى مركزين بشكل كبير علشان خلاص تخلص بقى وتاخد الدور ما تلجأش لمباراة فاصلة يوم الاتنين فيبقى انت كده النهار ده لا انا عندي مشكلة انه انا خلاص خلي بالك انت السبت الجمعة الجاية على طول هتبدأ متشاط كاس مصر امام النادي الاهلي باستوف سري النهائي فكل ما تحسن بكرة يبقى عندك يوم راحة ما تلجأش بقى اليوم الاتنين فتاخد التلات راحة فتتمرن اربعة وخميس بس لا انت هتحسن النهار ده في المباراة مباراة الحد هتحسن فيها ده مهم بشكل كبير جدا متش واحد متش واحد هيخلي مجهودك يتم تتويجه بموسم كامل ماينفعش ان انا النهار ده انزل بقى منظام خلاص انا كسبت في مباراة مباراة الاتحاد وثلاثة صفر فلا ده الموضوع النهار ده لا زي ما عملته امبارح انا بقيت شطرة شفته بقيت شطرة زي قلت امبارح زي ما عملته في مباراة امبارح امام الاتحاد السكندري انزل اعمل كده انزل حتى لو الفريق اللي قدامك مش في يوم ومش في الموض حتى لو في يوم وانزل دي مباراة بطولة بقى يعني شوف احنا طول الوقت بنقولك ايه لما تجي تلعب اي مباراة في الباستوف ستري اي حاجة في النهائيات كمان او النصف النهائي او كل الكلام ده العبوا كأنها مباراة بطولة لا بكرة او النهاردة مش كأنها مباراة بطولة خلاص هي مباراة بطولة النهاردة انت بتحسم لقب الدوري مش كأنه لا انت بتحسم خلاص من خلال المباراة ده من خلال المباراة دي فريق الاتحاد قوي وعنده محترف جابه على مباراة النهاردة مخصوص على فكرة على مباراة امبارح والنهاردة مخصوص جابوا في مباراة نهائي الدوري مخصوص خد لك من الجزئية دي وكان باين في أول شوط بشكل كبير جدا وفي بداية الشوط التانية ولكن إحنا علشان يعني خلاص بقى اللي هو أنت نازل بكل قوتك ومجهودك وما استهترتش ثانية فخلاص أنت خليتهم إيه اللي هما يعني هديوا شوية أو أحبطتهم شوية بمعنى الرياضة يعني أحبطتهم شوية فده اللي خلى أنه هو مش ظاهر ما تخليش حد بقى أنه هو يظهر في مباراة النهاردة أو أن أنت تصعب المباراة على نفسك لأ رجالة من أول دقيقة الآخر دقيقة زي ما عملتم بارح النهاردة هتعملوا نفس الموضوع عشان تحسموا اللقب ما فيش داعي الروح لمباراة تلتة بكرة مش عايزين نعمل ده إن شاء الله كل التوفيق ليكم وبنتمنى لكم كل التوفيق لغبطوك وشوية في الانترو بس إحنا لعبنا للتحاد مبارح وهنلعبوا النهاردة ولقدر الله لو حصل حاجة هنلجأ لمباراة فاصلة بكرة اللي هو الاتنين لازم نحافظ على كل تركيزنا أنتوا رجالة وإحنا كلنا في ظهركم جماهير مجلس إدارة إحنا هنا في القناة كلنا في ظهركم كلنا بندعمكم وإن شاء الله الفوز يكون حلفكم النهاردة والدور يكون من نصبكم عشان أنتوا تعبتوا وتستحقوا أنتوا أكتر فريق يعني بجد عمر منتدى محترمة السنة دي السنة اللي فاتت كنا بنتكلم عن البسكت الـ DR منتدى الجميلة اللي عملها بعد ما كان أداء مش أحسن حاجة في بداية الموسم لأ أنتوا كنتوا أداء كو ماشي كويس لكن جيه فترة من الفترات كده حصل دروب في 4-5 منشاط وعملتوا لمنتدى ورجعتوا تاني فده جميل جدا جدا إن شاء الله عقبال البسكت اللي برضو عاملين نتاج محترمة جدا في التصفيات الأفريقية وإن شاء الله يرجعوا من التصفيات الأفريقية عليها زي السنة اللي فاتت ويقدروا أنه هما في نصف النهائي يكسبوا الاتحاد السكنداري فريق كرة السلة في ذا النهاردة في المباراة الرابعة من شوية على فوكاج الكونغولي يمكن هما قلقونا شوية في الآخر بس ممكن ده يكون راجع للإجهاد خصوصا إن اللعبين يعني أو اللعيبة لعبوا ماتشين قويين جدا يوم الجمعة والسبت كانوا ورا بعض كمان في يومين ورا بعض فده ممكن يخلي أن النصف آخر كوارتر تعبوا يعني خلاص بقى مجهود كبير قوي لعب جمعة لعب سبت فده طبعا أثر عليهم بشكل كبير جدا وأكيد أثر على البدني ولكن برضو ما ينفعش إن إحنا كجهاز فني نخفل الجزئية دي يعني إحنا من أول ماتشات التصفيات دي عجبني قوي إن إحنا مستوانة فيها أو أداءنا فيها أو الريتن بتاعنا في المباريات في التصفيات الأفريقية عكس الرتم بتاعنا في الدوري هتقولي إزاي هقولك إن إحنا دايما في الدوري بنبقى كسبانين الكوارتر الأول والتاني وأول التالت وبنيجي بالنص التالت والرابع بنقع سبحان الله إحنا في التصفيات الأفريقية بنعمل العكس في الأول والتاني ممكن تبقى ماشي يعني مع بعض كده بونت بونت فرق اتنين بونت فرق باسكت فرق سلسية وبعد كده بتلاقي إنه في التالت والرابع إنت لأ الفريق بيرجع لدرجة أنك بعد أول موطسين بقيت متعود إنه لأ خلاص هو هيرجع في الكوارتر التالت لأ هو هيرجع في الكوارتر الرابع أو في آخر التالت سبحان الله إنتوا عاملين العكس تماما عن اللي بتعملوه في الدوري ولكن النهاردة ما أقدرش أقول إن ده اللي حصل في الكوارتر الرابع إن ده مقياس لأنه إنتوا من أول البطولة بتعملوش ده بس ناخد بالنا ما نخفلش الجزئية دي ونحاول إن الكوارتر الرابع يا جماع هو المباراة نص الكوارتر التالت والكوارتر الرابع تؤكيد فاهمين أكتر مني مليون مرة هم المباراة نركز فيهم على قد ما نقدر خلاص يعني الحمد لله إحنا دلوقتي أول المجموعة ودي خطوة جديدة بالتأكيد في إننا إن شاء الله نقدر نحافظ على لقب البطولة الإفريقية للنسخة التانية على التوالي بإذن الله خلاص مباراة فابل كاميروني يوم الثلاث إن شاء الله تقدروا تفوزوا بالمباراة ويبقى خلاص أنت في مجموعة النيل دي اختتمت مواجهاتك كلها بإنك كسبت كل مواجهاتك والروح رواندا إن شاء الله وإحنا كسبنين بإذن الله كسبنين كل مطشطنا ده هيفرق معاك معناوان بشكل كبير هيفرق معاك في دوري السوبر بشكل كبير كل التوفيق ليكم في كل ما هو قادم كان يوم مبارح كان يوم زم الكاوي خالص جميل كله انتصارات ويا رب دايما دايما متجمعين بإذن الله على الانتصارات والفعل